لما الغلطة بتحصل مرة ممكن تبقى بتعدي لما تحصل مرتين ممكن يبقى فيه شبهة إنها مش مقصودة لكن لما تتكرر الأخطاء وتبقى أخطاء فجة ويبقى ناتجتها إنه الأهل يتعرض لخسارة نقاط كتير جداً حقيقة فيه بطولة الدوري هنا من حق جمهور نادي الأهلي يقول إنه النية مبيتة هنا من حق جمهور نادي الأهلي يقول إنه فيه مؤامرة على نادي الأهلي هنا من حق جمهور نادي الأهلي يقول إنه فيه تربص واضح وصريح بمشورة نادي الأهلي فيه بطولة الدوري وأرجع مرة تانية وأكد على حضراتكم إنه الحقيقة اللي يمكن كمان يكون مش مفهوم واللي مش منطقي واللي يأكد الكلام ده هو رفض اتحاد الكرة طلب نادي الأهلي باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته طيب إحنا عنيننا من التحكيم أنا لو سألت النهاردة جمهور نادي الأهلي كم نقطة كم نقطة مش بس في المطشاطة الأخيرة أو في الفترة اللي اتعرض فيها لنادي الأهلي لضغط المباريات لكن من بداية السيزن من بداية الموسم كم نقطة قصرها النادي الأهلي بسبب التحكيم حدث ولا حرج وكم نقطة كسبها منافسين رئيسيين ومباشرين للنادي الأهلي بسبب التحكيم حدث أيضا ولا حرج علامة السفهام كبيرة جدا ومن غير المنطقي في التوقيت ده والأمر بقى شديد الحساسية أن يبقى فيه تعنت قدام طلب النادي الأهلي باستقدام حكام أجانب خلينا أقول لحضراتكم لايحة المسابقات بتقول إيه؟ لايحة المسابقات الباب الثاني الفصل الرابع شؤون الحكام المادة 110 جيم بتقول في المباريات في المباريات التي يعين لها لا معلش في المادة جيم بيقول في حالة طلب ثانية معلش المادة عشان تبقى منتهى الوضوح في حالة طلب أي نادي تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها ووافق الاتحاد على تلبية طلبه يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة إلى العملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل يتحمل مادة 111 يتحمل الاتحاد تكاليف استقدام حكام أجانب للمبارايات الهامة ذات الحساسية الجماهيرية لدواعي الأمن العام والتي يحددها مجلس إدارة والاتحاد واحد هو فيه مباراة يطلق عليها في مصر مباراة جماهيرية أهم من مباراة الأهل والزمالك يعني حسب البند 111 إيه المباراة اللي ممكن تصنف على أنها مباراة جماهيرية أكتر من مباراة الأهل والزمالك أو المباراة اللي فيها حساسية وبالتالي مطالب اتحاد الكرة هنا مش النادي المستضيف او مش النادي صاحب اتحاد الكرة باستخدام حكام اجانب لإدارة المباراة ده ما حصل الشلاف مباراة الاهلي مع الزمالك ولا حتى في مباراة الاهلي مع بيرامدز اللي يمكن تصنف برضو مباراة جماهرية او مباراة فيها حساسية اذا لم يحدث طيب نمرة اتنين ليه قوبل طلب النادي الاهلي بالرفض على الرغم منه لايحة بتاعة المسابقات بتاعة المسابقات بتدي النادي الحق في استخدام او في طلب استخدام حكام اجانب مدام هو هيتحمل هذه التكاليف واحنا نروح بعيد ليه ده السيزن اللي فات فيه احد ان ديت الدوري تقريبا كل مطشطها كانت بحكام اجانب هو حلال على غير الاهلي حرام على الاهلي وبعدين اذا كان الاهلي بشهادة الجميع الحقيقة حتى خبراء التحكيم الذين لا ينتموا للنادي الاهلي استوديوهات تحليلية خارج قناة النادي الاهلي كم الاخطاء التحكمية اللي اثرت على مشوار نادي الاهلي وقدت الى فقدان خط الموسم ده فيه اصرار فيه تعنت فيه شبهة الحقيقة خلينا نقول انه ما يحدث مؤامر على النادي الاهلي وده الحقيقة عشان كده بتدت كلامي بما لنا وما علينا وقلت انه فيه بعض اسباب كتير جدا مرتبطة بنا احنا عندنا قصور في الاداة عندنا تراجع في المستوى عندنا حالة اجهاد عندنا ضغط مباريات عندنا غيبات بالتأكيد كلها مؤسرة لكن ده ما يمنعش النادي الاهلي انه ياخد حقه ومن حق جمهور النادي الاهلي عليك لما ترفض طلب النادي الاهلي باستخدام حكام اجانب تقول على اقل تقدير ايه السبب في ده من حق جمهور النادي عليك انك انت تطلع تواجههم تقول والله انا رفضت استخدام حكام اجانب لدرد مطشاة الاهلي لسبب واحد اثنين ثلاثة اذا كان فيه اعتبار لجمهور النادي الاهلي واذا كان فيه مصدقية انك انت تتعبر عن معايير واضحة وسبتة ووحدة في التعامل مع كل الاندية افهم من كده انه ده ممكن يبقى مقبول اما حالة ازدوجية المعايير دي غير مقبولة على اطلاق غير مقبولة وانا بتكلم هنا على مستوى النادي الاهلي لا من ادارة ولا من جهاز فني ولا من لعبين ولا من جمهور وانا تحمل مسئولية الكلام اللي انا بقوله هل فيه محاولة مثلا انك انت تدفع النادي الاهلي ان ينسحب من بطولة الدولة العام يعني هل ده الهدف هل الهدف من محاولة ضغط المباريات بتاعت النادي الاهلي انك تعطله او تجهده او تخليه غير قادر على المنافسة هل بما انك انت خاطط في الاعتبار ان البطولة لن تكتمل وهيكون فيها معايير مش واضحة لغاية اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها في تحديد من هو بطل البطولة الدولة النسخة الحالية في حالة اذا ما اكتملتش البطولة هل ده ممكن يخدم اطراف تانية كلها اسئلة الحقيقة محايرة وكلها اسئلة بدون اجابات وللأسف شديد جدا محدش من المسؤولين بيفكر او بيعتبر ان يرد ويوضح لجمهي النادي الاهلي ترجمة نانسي قنقر